مدن جديدة ومناطق على طريق الإنجاز تواكبها فرق ورجان تطوعية تكون حلقة وصل مع وزارة الدولة وذات أهمية لنقل هموم قاطني هذه المناطق لدينا مواطنين يطلبون مطالبات في خيطان مثل سرعة إذن البناء البدء في البنية التحتية إلى الآن المسؤول ما رأى إلى الآن الدورة المستندية هي العائق الوحيد في سرعة البدء في البنية التحتية لجان المناطق صوت لسماع شكوى وإقرار مطالب لجان شعبية وفرق تطوعية احتضاها المجلس البلدي لتكون برسالة واحدة وهدف واحد يصل صدى صوتها إلى الجهات الحكومية رؤية لدى قاعة جابر الأحمد للجلوس مع هكذا لجان مناطق الجديدة لاحظنا وجود فرق تطوعية في صباح الأحمد في شمال غرب صلى أبي خاط في جابر الأحمد في غرب عبدالله مبارك فبحثنا عن آلية في مسألة تنظيم عمل هذه الفرق وترتيب عملها وتنسيقها مع وزارات الدولة فنقشنا موضوع التشبيك بين هذه الفرق وتنظيمها مع وزارات الدولة المختلفة مع المختارين والمحافظين فاقترحنا اليوم أن نعمل ورشة خاصة بالفرق التطوعية للأهالي الموجودة في المناطق حتى نصل إلى صيغة تقريبا ننظم عملها إزالة معاوقات وإنجاز مشروع إسكاني هدف لجان لتنفيذ مدن جديدة أعضاء مجلس البلدي للأمانة هناك تنسيقات معاهم وقاعدين يقدمون مبادرات طيبة للأمانة بعد تنسيقات من اللجان مع أعضاء مجلس البلدي وعلى سبيل المثال مغترح المجلس البلدي لربط مدينة صباح الأحمد بالدائر السابع دور اللجان والحملات الشعبية دور يعني بارز وبالفترة الأخيرة وصلنا رسائل عبر هذه اللجان بسراها أحنا رسالتنا اللي وصلناها يمكن كانت عن طريق يعني الأعضاء في مجلس البلدي في توصيل رسالة لهم اللي هي تقديم المخترحات وكذلك تقديم الأسئلة للنواب اللي هم في مجلس الأمة لجان سكان المدن حملات شعبية تمضي نحو تحقيق شراكة مواطن مع حكومة ومجلس لإنجاز مشاريع إسكانية أحمد المسعودي لتلفزيون المجلس